الأستاذ طوفان عبدالوهاب الحربي الأستاذ طوفان عبدالوهاب الحربي إضافة إلى اختصاصه بحصوله على شهادة القانون من كلية اليارموك الجامعة فهو أيضا اشتغل بجانب التربوي والنفسي والقانوني إضافة إلى كلية القانون واختصاص بالقانون إضافة إلى ذلك فهو بختص أيضا بالعلوم التربوية والنفسية واشتغل فيما يخص المهجرين وإحنا أكثر بلد في العالم بعدد مهجرين داخل البلد نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرينا بها في السنوات الماضية فالأستاذ طوفان عبدالوهاب الحربي هو ابنكم وهو الذي يشعر كيف يستطيع أن يكون مجلس المحافظة له دور في خدمة كلها خلي شوفها المادة عنها الحقوق لمن يطالب عملنا في خدمة الكثير من النازحين ونعمل على دعم العائدين حاليا واسترداد حقوقهم وحقوق الوسطاء والمظلومين والمهمشين وسنستمر بالعمل لتوفير حياة أفضل لأهل كاكوك حياة كريمة تساوي ما قدموه من تفعيات وما عانوه من صعوبات وجودنا في مجلس محافظة كاكوك سيمنحنا القوة والقدر على تنفيذ مشاريع تحمل فقراء واليتامى والأرامل والعاطلين وانتخابكم من الأصلح هو استمرار على الطريق الذي بدأته معكم وفان عبدالوهاب الحربي مرشح تحالف القيادة لسلسل 15 إذن ويانا الآن المستشار القانوني الأقدم الذي اشتغل في وزارة الهجرة فرع كاركوك وكذلك مدير الهجرة في محافظة بغداد سابقا ويانا المستشار القانوني طوفان عبدالوهاب الحربي مرشح تحالف القيادة 16 التسلسل 15 حياك الله استاذ طوفان يا مرحب نورتنا أهلا وسهلا حياك الله استاذ أنور وحيا الله مشاهدين الكرام الله يسلمك يا حياك الله استاذ طوفان بسم الله الرحمن الرحيم برنامجنا الانتخابي هو مثل ما تفضلت جنابك ومن خلال العرض اللي نعرض هو أنه نعمل من أجل كاركوك مدينة مدينة التعايش السلمي لكل المكونات نعمل من خلال برنامجنا لدعم النازحين ومساعدة العائدين لكون أن هذا الملف هو ملف مهم جدا لأجل استقرار محافظة كاركوك وبالتالي هذه العوائل هي عوائل تعاني معاناة كبيرة جدا من الخدمات هناك مساكن قد هدمت وهناك كثير من العوائل الآن هم أطفالهم بدون مدارس وهناك أطفال يعملون تركوا الدراسة من أجل العمل لكون لا توجد لديهم إمكانيات مادية يعتاشون عليها وبالتالي وبالتالي نحن سنعمل في مجلس المحافظة من خلال تصويتهم لنا أن نكون داعمين لهذا الملف وسنعمل على معالجة الفقر ومعالجة البطالة من خلال المشاريع التي سنقوم بالعمل عليها في مجال في مجال رفع القدرات الشرائية للمواطن وحمايته وأمنه وبالتالي هناك كثير من الأمور التي نلاحظها من خلال جولاتنا الميدانية نجد هناك عائدين من النزوح إلى هذه اللحظة لم يستلموا مبالغهم من وزارة الهجرة والمهجرين رغم مرور أكثر من سنتين على تقديمهم للعودة وبالتالي هو بحاجة ماسة لهذا المبلغ من أجل أن يعيد ترتيب وضعه لكون أن داعش وعصابات الإجرامية دمرت كل شيء في مناطق سكنهم ومصادر رزقهم وبالتالي ما سنقوم بمتابعته في هذا الملف هو تأمين والتنسيق مع الوزارة بالإسراع في منح هذه العودة التي العائد بحاجة إلها أما ما يخص البرامج الأخرى فنحن سنعمل بإذن الله تعالى على دعم الشباب وإنهاء ملف ونعمل بشكل مستمر لدعم الشباب في مجالات متعددة من أجل القضاء على البطالة هذه البطالة التي للأسف الشديد نلاحظها من خلال اعتمادهم على راتب الرعاية الاجتماعية يعني نحن بلد الخير والخيرات نحن نلاحظ من خلال جولاتنا مطالبة المواطن براتب الرعاية الاجتماعية أنا أشوف هذا الموضوع معيب معيب جدا علينا من نشوف مواطن شاب كل طاقة ممكن أن يكون طاقة انتاجية ولكن للأسف الشديد عملنا على قتل هذه الروح الشبابية والانتاجية من خلال طلبة لراتب الرعاية الاجتماعية والراتب اللي هو للأسف راتب ما ممكن أن يقدر يحقق لربما أبسط متطلبات الحياة اللي يحتاجها اليوم راتب الرعاية الاجتماعية للأسف الشديد لو تحدثنا عنه يمكن الحديث يطول هذا الراتب أصبح فيه عدم كرامة لكرامة الإنسان وكذلك نهتم إن شاء الله من خلال عملنا القادم بالملف المرأة من حيث عملنا السابق المرأة تعاني معاناة كبيرة جدا وخاصة الأرامل والمطلقات والمتعففات ومن طبقة النازحات ومن الطبقات المجتمع الأخرى في كاركوك ومن كل القوميات هناك معاناة كبيرة هناك فقر هناك حالات حالات انتحار بسبب بسبب الضعف المعاشي لكثير من العوائل هناك عوائل لا تستطيع أن تقوت نفسها في اليوم لكون أنها زوجة شهيد مضى فترة طويلة لم تستلم حقوق راتبها التقاعدي هناك نساء للأسف الشديد من خلال متابعتنا ومن خلال جولاتنا المدانية لاحظنا أنها غير قادرة على أن تدفع إيجار البيت لكونها نازحة تسكن في إيجارات وبالتالي بالتالي اللي نتمنى إحنا من خلال عملنا القادم في مجلس المحافظة أن ندعم هذه الطبقات الضعيفة ومن خلال برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ومنحهم مبالغ اللي تكون من خلالها المرأة قادرة على أن تفتح مشروع بسيط تعيل أسرتها وتحفظ كرامتها التي يحاول البعض وللأسف يحاول البعض أن يعمل على انتهاك هذه المقدسات لديها من خلال من خلال مجموعة إجراءات قانونية معقدة في دوائر الدولة موجودة إجراءات معقدة في دوائر الدولة نربما سؤال هذا اللي تفضلت به حالة مشخصة في محافظة كاركوك كل هالمقاسي والمشاكل مشخصة يعني مشخصة كظاهرة كبيرة موجودة يعني عندي تكلمة بعدها هذه الظاهرة هي موجودة ظاهرة موجودة يعني إذا هذه الظاهرة موجودة يا أهلنا يا أهل كاركوك هل تبقون تشترون آلامكم لو تختارون الإنسان اللي يدافع عنكم اللي يجيب لكم حقوقكم ليش تستغل المرأة في كاركوك وليش يستغل المواطن البسيط اللي ما يقرأ ويكتب وليش يستغل الإنسان اللي ما عنده واسطة يا جماعة اختاروا من يمثلكم في مجلس المحافظة وبعدين رح يقولوا يا أستاذ طوفان احنا اختارناك انت ابنا ووصلناك فالكلام يمكم يا أهل كاركوك لا تقعدوا انت تكهدوا ناسا والله شوفوا مقاسينا يا شفتها أنا ابن البغدال شفت مأساتك وشن الحال الحل اختار لي مثلك مو صحي يا أستاذ طوفان واجب المواطن الآن ندعوهم ونشيهمهم ونقولهم يا أهلنا يا أهل كاركوك الكرام بعربكم بتركمانكم بكردكم بمسلميكم بمسيحيكم روح اختاروا وقدامكم من أستاذ طوفان واصف الحالة إذن يعرف شون يحلها كلمتك لهم فضل كلمتي اني على كل المكونات ان تكون لهم مشاركة فاعلة في هذه الانتخابات من أجل التغيير من أجل أن نغير نحن مجرد ننتقد الوضع وننتقد الوضع السيء في المحافظة لكن لما تأتينا الفرصة للأسف الشديد لا نستغل هذه الفرصة إذن الآن الفرصة بيد الناخب بيد المواطن من أجل إنهاء الفساد بارك الله من أجل إنهاء هذا الكلام الصحيح الذي وقع على على هذه المحافظة الذي وقع على شبابنا من أجل من أجل عودة كرامة هذه المرأة الأرملة والمطلقة والمتعففة من أجل شبابنا من أجل شبابنا اللي يخرجوا وللأسف الشديد يركض حتى يدفع فلوس لا يتعين ويعينوه بـ 300 ألف دينار يبقى حالة من حال ويعينوه بـ 300 ألف دينار نعم ورقة وموصيك نعم نعم الدكتور علي اختصاص أستاذ أنور نحن اليوم نشوف مهندسين نشوف خريجين كليات للأسف الشديد يشتغلون عمالة مو عيب العمالة لكن مستور التعليم وين صار إذن هناك خلل خلل كبير جدا شكرا خلل كبير جدا وعلى المواطن أن يغير شكرا إلك بارك الله بك سيد طوفان عبدالوهاب الحربي عن قائمة شكرا إلك وشكرا للمشاهدين بارك الله بك تحارف القيادة تسلسل رقم 10 العفر تسلسل رقم 15 الرقم القائمة 166 بارك الله بك والله يسلمك ونعم مثل ما قلنا أنت الشاب العراق على شون يبقى شكرا إلك سيد طوفان بارك الله بك رجع زيما يكون